سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام أصلوا بالليل والناس الميام فأدخلوا الجنة بسلام عبد الله بن سلام كان حبرا من أحبار اليهود ومن الله عز وجل عليه فأسلم اليهود كانوا ذو علم وعندهم خبر بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم أو بعثت النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم جحدوا ذلك لأنهم كانوا يريدوا أن يكون هذا النبي منهم وليس من العرب فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أنكروا ذلك وجحد ذلك عبد الله بن سلام ودلاء الله تعالى عنهم لما أسلم يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود وأحوالهم ودعا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من اليهود واختبأ عبدالله ابن سلم رضي الله تعالى عنه فقال ما تقول في عبدالله ابن سلم فأثنوا عليه خيرتنا عالمنا وأفضلنا وابتعالمنا فرأيتم لو أسلم ما هذا الله كيف يسلم فخرج لهم وعليهم عبدالله ابن سلم وهو يعلم إسلامهم قالوا فيه قلروا يعني لا يس له فضل بيننا ولا نعرفه فانقلب علينا فهذا الصحابي الجديد يروي أنه أول ما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى المدينة أنه قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام فادخلوا الجنة بسلام عبدالله ابن سلم ونرق كنفانيان رضي الله وسعال عنهم وقد أدعوا بحديث كيلل هم بحديث بحديث لهم من الجديد لذلك عبدوا لنهام وقد أدعوا بحديث الإسلام أن يعلمه أن الصحابي يكمل الجديد وفي يوم وفي هذا المصري و spirituality أو في هذه النبي جداد فوق через الشمار أحب أن يكون هذا البيت ويسمعه البيت في الأنفل أو الأرض يعني نبيو آخر الزمان يريد أن هذا البيت أو مستجر أأتي منهم أو أحدهم فعبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عنه عندما تلقى إسلام فقال الله عنه سل doable some of them invite some of them. سلو واحدة السل إبثال بها datada. سلو واحدة السلوه جميعا أساسك. وعندما قالوا على الآخرات منه ووو ما LOOKت بها يكذبه Topd. وهو أفضل من المفضل من الأشخاص فيها. لقد أبتت عنه فظل ما رؤيته إذا كنت تكون هناك المسب. قال ، أعوذ بالله ، يمكن أن تكون موسلم ، لا يمكن. فقد قال ، عبد الله سلام ، وقالل لهم ، أعوذ بالله ، فقد أصبحوا حقاً. ثم ، قالوا ، عبد الله في سلام ، وقالوا بشأن يغباً. فما قال ، عبد الله سلام ، أول ميزة منهم ، عندما أردت مكة إلى مدينة ، قالوا ، أو بول ويصلوا بالليل والناس ونحن يدخلوا الجنة بسرعة إفشاء السلام من أعظم موجبات دخول الجنة كيف لا؟ ومشتقهم من اسم الله سبحانه وتعالى السلام وتحياتهم يوم يلقونهم سلام تحية المؤمنين لربهم يوم القيامة السلام وتحياتهم في الجنة السلام وهي خاصة بنا نحن معشر المسلمين السلام عليكم ومعتبائيها تحية فيها دعاة انظر إلى تحيات الأخرى عمت صباحاً عمت مساء الخير مساء النور صلاة الخير كلمات طيبة ولكن ليس فيها دعاة لكن هذه تدعوا السلام عليكم تشارك بالاطمئنان والأمن ورحمة الله وبركاته دعوة طيبة أن يشيق الله صحة الله برحمته وبركاته فليس أفضل من تحية الإسلام وقد علق الشارع الحكيم عليها حسنات إن قلت السلام عليكم عشر ورحمة الله وبركاته ثلاثين ولا تجد ذلك في صباح الخير ولا صباح النور ونساء خير لا حرج ولكن دايما أبدا تبدأ السلام عليكم وبركاته صباح اللعين لإعنا بما حتى ثلاثين يقول لنفسك إن نهائم إنهه من عندما نجادي إنه من مجب religions أنه رجوع الله صبحانه الله carte ومرين إنه بما حتى الزايا بين أمننا في الخير والّا إنه بما حتى الزايا وبركاته إنه طيبة إنه نوع there's no problem by the way I don't think this is something wrong to say good morning, how are you but always start with السلام عليكم ورحمة الله وبركاته of course for the Muslims for non-Muslims we are being forbidden to start them with the السلام عليكم or the Prophet صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود وما صار ب السلام do not start them with peace be upon upon you السلام عليكم ورحمة الله وبركاته also this greeting when you see it you get a huge reward from Allah when you say السلام عليكم this thing good deeds ورحمة الله 20 وبركاته 3 and you can imagine that some of the صحابة رضو الله تعالى I think it used to be they used to go to the market for what they ask them or they ask and we see you everyday here you never bought anything or sell anything what's going on he said I come to say السلام عليكم ورحمة الله why you gonna meet a hundred or thousand people so you gonna see it a thousand times oh you gonna get a hundred thousand of good deeds for no any efforts you don't spend money you don't go a couple of miles here or there just السلام عليكم ورحمة الله وبركاته you get good deeds not only that look to the حديث ورحمة الله وبركاته now it's very important because Allah the brothers now it's not they say السلام عليكم he don't look at you or when he see or he just make like that by his head a point by his head and if Allah what he said in the حديث وَاللَّا ذِي نَفْسِ بِيَدِكَ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّ تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّ تَحَرْمُوا أَوَا أَوَا أَدِلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْكُونَ تَحْبَتُمْ أَفْشُوا السلام عليكم by Allah you will never enter the paradise until you get a truly believer and you will not get a truly believer until you love one another shall I note you or inform you with something if you will do it you will love one another and you will be believers and you will enter the paradise O Prophet please he said spread the salam among you now the people say كتر السلام هي اللي المعرفة look سبحان الله الدول صلى الله عليه وسلم say أفشو you know what the mean of the word أفشو الافشاء من الإكثار الإكثار يعني you spread a lot when you see your brother السلام عليكم الله when you see the other one when you see him again السلام عليكم الله when you meet him outside السلام عليكم الله inside السلام عليكم الله don't people get boring hey it's one half on time hey سيرة هي أولاية it's a chain when you see me every time you see the salam يا كتر السلام يا أخي إيه اللي المعرفة تعودوا بالنوع it's not إيه اللي المعرفة لس يزيد المعرفة ويزيد المحبة والمودة كمقام النبي صلى الله عليه وسلم أولا أذلكم على شيء إذا بعدون تحببتم أفشوا السلام عليكم طبعاً إحنا لا ندري معنى هذه الكلمة ولا نقولها من القلب ولا نتمثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونياتنا في ذلك فلهذا تقل المعرفة أما إذا قلتها من قلبك إذا قلتها من خلال وأنك سهل في وقليتك وأعلم عنه حديث إذا قلتها نقطت تحبط إذا قلتها من خلالك وإذا قلتها من خلالك هرون قلتها إلى وقلتها لنققل وقلتها أصلاح السلام عليكم إذن السلام عليكم إذا أقلتها إذا ستعادت والأفلال فهر وحده إذا قالوا إذا قالوا يعني امان، امان، امان بودة، امان بودة. امان امان بودة مع 1 اخر و اقول بأسلام عليكم امتبت الله و كده؟ افسو السلام و ايكثروا. ماذا كان البي صلى الله عليه وسلم يبدأ عندما يدخل البيت؟ وهذه أيضا نقطة اهمة جدا. كلنا اصحاب بيوت اصحاب أسر وعائلات ولكن الوقت ميفانه. كان إذا دخل البيت بدأ السلام. السلام عليك. اللهم يسألك خير المولد وخير المخرج. بسم الله واجهنا واسلام خرجنا على ذلك الكنة الخارج والتداخل. السلام على عبود الله العظيم. يقول لنا الشيطان الرجيم. وإذا سأل الله سبحانه وتعالى يعني إيه؟ يعني يخفنا الشكر. فالسلام when you enter that he change his mouth smell to get nice when he meet his wife or your kids then you kiss them so your smell is very nice and السلام عليكم ورحمة الله وبركاته they feel secure. hey where are you? what you doing? what do you smell? what are you? no. you have to be calm and you enter your house and you have to love him. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته and Allah سبحانه وتعالى in the Quran when he said تحيياتهم يوم يلقونهم سلام. yeah look how it's great when you meet your lord and this is the great thing with our lord السلام. السلام عليكم. and the malaika what is he gonna say to the believers? السلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. let's be upon you, you are good, you are righteous, enter the paradise forever and ever. so this is the best, يعني تحييات, greeting you can say. for non-muslims there is no السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. but you have to great them. when you meet your neighbor or someone, hi, how are you? good morning, how are you? nothing wrong with them. and don't be tough. don't say they are kuffar. okay, they are kuffar, what you did for them? did you convey the message for them? it's your responsibility and your duty that you convey the message for them and call them to the islam or your duty did you say they are kuffar? صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم when he go to the people in mecca, you say أنتم كفار؟ لا عناتوا الله عليكم؟ أنتم في النار خالدين؟ لا والله. what are the purpose of the message of Allah's Messenger صلى الله عليه وسلم if he will be saying to the kuffar this morning? your message, your duty that you invite them to the islam to tell them about the islam. so to be nice with them and when Allah سبحانه وتعالى and Allah سبحانه وتعالى and Allah سبحانه وتعالى the word of neighbor Aljar general whatever Muslim or not Muslim there is no any hadith as I know Allah talking about that your Muslim neighbor and the others ignore us no way so you have to be good and kind with your neighbor they have rights don't block their drive-thru do not put your garbage can on the deal with the finish I'm on their spot do not hurt to them with kids you have to be nice and helpful if you are old and you can help with the grass or something do it maybe subhanallah Allah will guide one of them through you to the islam لأن يهدي الله بيك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فالله سبحانه وتعالى والجايد only one soul one person who the islam through you that's bearer for you for this dunya and what you can imagine but it's need patient and it's need يعني كبير وعص فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحييتنا نحن مع الشرق المسلمين ولعنا نستكمن إن شاء الله تعالى ويعطيبوا الطعام وصلوا بالله للمناس اليوم تأخذوا الجنة والسلام صلى الله عليه وسلم أن يزقنا أيضا من الجنة وأن يجعلنا من أهلها نصلي بهم على محمد وعليه صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله